لواء نبدأ بالتعليق على الحصيلة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي قبل قليل خلال 24 ساعة يتحدث عن مقتل خمسة جنود وضباط وعن إصابة 44 جنديا إصابات عشر منهم هي إصابات خطيرة لا أريد أن أعلق على أعداد الجرحة والقتل ولكن أريد أن أترك إلى الساد المشاهدين أن يقرروا ما هي أعداد القتلى والجرحة لهذا اليوم بناء على سير العمليات وآخر المسجدات التي سأقوم بالحديث عنها اليوم كان هناك عملية نوعية مركبة ومعقدة باستهداف أربعة سيارات جيب إسرائيلي لقيادة القوات الإسرائيلية وعندما أقول لقيادة القوات الإسرائيلية قد يكون هناك عدد كبير من الضباط من الرتب العليا تم استهدافها بقذائف بعبوات ضد الأفراد وعبوات ضد الدبابات وحال تفجيرها تم إيقاعهم بين قتيل وجريح ويعتقد أن جميعهم قد قتلوا خلال هذه العملية هرعت إلى المكان أحد دبابات الميركافة لتنجد هذه القوة فكان أحد الأبطال المجاهدين جاهزا بالياسين 105 وتم تدمير الدبابة حال وصول قوة النجد والإسعاف لإسعاف ما تبقى من هؤلاء الغزاء تم استهدافهم بالهاونات الثقيلة ورجوم 114 عملية مركبة ومعقدة في اليوم السابع أو الثامن والسبعين لهذه العملية القضية هنا لما أقول عملية يعني معقدة ومركبة عملية الاستهداف أن يكون هناك منظومة قيادة والسيطرة من قبل رئاسة الأركان الضباط المسؤولين عن إدارة هذه العمليات القتالية والتزامن باختيار الوقت المناسب لقذف هذه المنطقة بالهاونات أو بالرجوم هذه تحتاج إلى اتصالات تحتاج إلى تنسيق تحتاج إلى أن يكون هناك العمل يعني كفريق واحد من قبل القوات زائد أن الرجوم والهاونات ما رح يكون ضمن منطقة العمليات ويكون في منطقة إلى أحد الجوانب أو في المنطقة الخلفية ويتم يعني الطلب لهذه النيران في الوقت المناسب هذه اشتباكات في المغراقة نشرتها كثائب القسامة والإعلام العسكري أيضا فيما يتعلق هذه طبعا اشتباكات واستهداف لهؤلاء الجنود القناة الثانية عشر الإسرائيلية لواء صنفت 3000 من جرح الحرب بأنهم أصحاب إعقاد دائمة وربما هؤلاء الجنود يمكن أن يكونوا ضمن هذا العدد الكبير رسبيا أليس كذلك يعني عندما نتحدث عن عملية رصد لمجموعة من الجنود متحصنين داخل أحد المنازل ويتم استهدافهم بقذيفة تي بي جي أو أر بي جي أو تاندم ويتم تدمير المكان كامل نسبة القتلة بتكون عالية ومن يعني يبقى على قيد الحياة سيكون معاقب قيد حياته هنا كذلك يعني يتم استهداف قوة إسرائيلية وإطلاق قذيفة ضد التحصينات على هؤلاء الجنود الصهاينة ويقاع أكبر نسبة قتل بهم تي بي جي أو الار بي جي مخصصة لاستهداف الآليات لواء تي بي جي هو مخصص ضد التحصينات الار بي جي يمكن أن يتم استخدامه يعني الآن التاندم هو الار بي جي 27 يستخدم ضد الآليات المدرعة والدبابات لكن عندما يتم استهداف جنود بقظيفة أر بي جي كما حصل اليوم مع جنديين في خان يونس يعني أحيانا قد يكون هناك هدف يعني تارجيت فورتشينيتي صيد أمام أحد أبطال المقاومة وهذا السلاح المتوفر بين يديه فيتم استخدامه لإقاع نسبة قتل في هؤلاء الغزاء ترجمة نانسي قنقر